هل المسألة عفياجة؟ لا طبعا ما احناش فتوات في النهاية اه احنا من اقوى جيوش الارض ده حقيقي كل المواقع اللي بتقيم الجيوش في الدنيا بتقول كده بتتفاوت بقى موقع يقولك انتو 13 موقع يقولك انتو 10 موقع يقول انتو 9 بس انت من الاقوى انت اقوى جيش في المنطقة بالكامل طبعا طب هل المسألة هنا هي مجرد القوة العسكرية الفتوان؟ لا انت هنا بتتكلم على البلد اللي مسؤول عمليا مسؤولية شديدة الوضوح والمحورية عن قضية الصراع العربي الصهيوني وبالتالي انت الاكثر خبرة انت الاعمق معرفة انت الاكثر قدرة والحقيقة العالم متأكد ان انت الوسيط النزيه الوحيد مش هقولك الانزاه الوحيد لا ناقة لك ولا جمل سوى انه يتعامل دولة للفلسطينيين مش عايز اكتر من كده ماليش مصلحة تانية هتقولي لا فيه مصلحة يوسف اقولك لا تقولي الامن القومي اقولك ما طبعا هو الامن القومي بتاعي هو حدود السياسية؟ يعني لا امنك القومي لحد سوريا والعرق لحد حدود سوريا والعرق امنك القومي لحد المحيط الاطلنطي في اضيق الامور لحد الجزائر يعني حدود تونس والجزائر ده في اضيق الامور وان كان هو انت الامن القومي المصري بتاعك شرقا حدود سوريا والعرق غربا المغرب اي المحيط الاطلنطي يعني جبل طارق جنوبا يعني مديق باب المندب شمالا يعني يوصل بقى لقبرس وليونان تعالى بقى نرجع كده بزيننا هو مين اللي كان بيسأل لماذا تقوم مصر بتحديث الجيش واعادة تسليحه وتنويع مصادر السلاح اظن مفهوم جيلي يوم اللي تقدر تشوف ده لانه البعض كنا نقوله ما انت لازم مثلا تأمن حقول الغاز بتاعتك في شرق المتوسط لازم مثلا تأمن البحر الاحمر ومديق باب المندب ومنطقة بحر العرب لازم في ناس فهمت ده وفي ناس شايفة انه لا داعي يعني مش للدرجات دي طب الوضع القائم دلوقتي لازال بردو لا داعي الكل اصبح على نفس الوتيرة يقف في نفس دات المربعة صح السيسي كان صح